فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفاء فقالت يا بني يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب نعم كما سبق أنه أحيانا يقرأ في المغرب بالمرسلات قرأ بالطور وقرأ بالأعراف لكن الغالب أنه يقرأ من قصار المفصل وكان هذا آخر من آخري حتى لا يقال إن هذا منسوخ كان هذا من آخر عملياته صلى الله عليه وسلم وآخر عمله حيث لم يعيش بعد حجة الوداع إلا زمنا قليلا عليه الصلاة والسلام نعم فقد أخبرت أم الفضل رضي الله عنها أن ذلك آخر ما سمعته يقرأ بها في المغرب وأم الفضل لم تكن من المهاجرات بل هي من المستضعفين كما قال ابن عباس كنت أنا وأمي من المستضعفين الذين عذرهم الله فهذا السماع كان متأخرا نعم كانت أم الفضل أم عبد الله بن عباس وإخوانه رضي الله عنهم زوج العباس بن عبد المطلب عمر رسول صلى الله عليه وسلم كانت من ليست من المهاجرات لأنها حبست في مكة هي وأولادها الصغار حبسوا في مكة من الذين عذرهم الله بقوله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفوا عنهم فالله جل وعلا عذرهم في ترك الهجرة لأنهم مستضعفون فدل هذا على أنها سمعت هذا في آخر الأمر لأنها لم تكن مهاجرة حتى تكون سمعته في المدينة في أول الأمر نعم قال وكذلك في الصحيح عن زيد بن ثابت أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين وزيد من صغار الصحابة وكذلك كما سبق أنه الغالب أن يقرأ بالمغرب من قسار المفصل وأحيانا يقرأ من طوال المفصل كالطور والمرسلات وأحيانا يقرأ بالأعراف طول الطوليين أي السورتين الطوليين وهي الأعراف والتي قبلها الأنعام